بسم الله الرحمن الرحيم نوع فرنسية سنة الثالثة ابتدائي نستأنف مع الصفحة رقم 81 نأخذ الفقرة الأخيرة جورتيان أنستنتيجو أو أستنبتو أو أحتافي دوبي رغاردون للمجزة qui se trouve على غوش فلنلاحظ السورة الموجودة في اليسر كسه سيء 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 أمسرون بيان لدوزة اكريتو نعم فلنلاحظ القتاباتين نعم 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 إدن عندنا إنشات بالكيتاب الأولى ثم عندنا إنشات بالكيتاب التانية La première écriture s'appelle l'écriture script إدن الكيتاب الأولى تسمى l'écriture script إدن تسمى l'écriture script بالكيتاب التان أو أيضا نسمى l'écriture imprima إدن كمالنا نتكلم عن كتابة بالطابعة حتى لو كانت مكتوبة باليد إدن المقصود هنا نتكلم عن أحرف لا تلتصق ببعضها بعضا إدن نتكلم عن l'écriture script l'adduzian l'écriture يعني الكتاب التانية التي نرى في الأسفل إدن هذه تسمى l'écriture cursive تسمى l'écriture cursive تسمى l'écriture cursive وبيا cursive في حالة المؤنت إدن لطعم cursive إدن مصطلح cursive إدن هذا الوصف provenant provenant يعني أنه يأتي de latin يأتي من اللاتينية provenant de latin يعني أنه يأتي من اللاتينية يأتي من كلمات courir signifion courir signifion يعني أنه يعني courir يعني جرة إدن cursive هي كلمة نت أو وصف تأتي من كلمة أخرى لاتينية والتي هي courir signifion والتي تعني courir يعني أنه تعني جرة إدن عندما نتكلم عن ecriture cursive المقصود بأننا نتكلم عن كتابة سريعة إدن كلمة cursive المقصود بها هنا الآن سريعة إدن هنا نتحدث عن الكتابة التي تلتسق الأحرف ببعض يبعض نتتحرك إلى الدوزيام إماج نمر إلى الصورة التانية كس كو سي كس كو سي بانسور ستن شو ستن شو إدن هذا ملفوف إدن دو لامن مانيه نعم لدوز إكريتور إدن وبنفس الطريقة عندنا الكتابتين نعم الإكريتور سكريبت بوي انا الإكريتور كيرسيذ إدن عندنا الكتابة كما نقول أم بخيمة يعني كما نقول بأن قريبة من كتابة الطابعة ثم عندنا الكتابة التانية كما نقول بأن سريعة إدن انا الإكريتور كيرسيذ نتحرك إلى الثانية إماج كس كو سي كس كو سي ستن بان إدن هي قفزة نارا قفزة إدن كما قلنا فيما السابق بأن أم بان تأتي من فعل باندير تأتي من فعل باندير باندير إدن أم بان يعني قفزة تأتي من فعل باندير يعني قفزة أم باندير أم باندير أم باندير تأتي من فعل 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 باندير هم باندير ام باندير حسن أم باندير تأتي من فعل باندير ام باندير الأس تأتي مستخدم أم باندير تأتي من فعل باندير أم لا يدير يvidor في المصر السابقه قناعين دانا فعل التومبي يل تومب إصيح نا لراب مانتي إذن اون اعن دانا فعل ساعدة أهل مانت يل تسعدو أو بمزم نا فاسون أم نا لدو إكريتور وبيناف ستاريقه أم نا لكيتابتين أم لإكريتور سكربت وما نا لإكريتور كرسيو كم نا لفرعون أل مانت أل مانت On parle ici de l'écriture script Pour la deuxième écriture On parle de l'écriture cursive إذن من خلال الكتاباتين اللاتين رأينا On a l'écriture script majuscule إذن ممكن أننا نتحدث عن l'écriture script majuscule majuscule On peut parfois parler de l'écriture script majuscule إذن إحيانا نتحدث عن الكتابة بهذا شكل يعني أن الأحرف تكون عام التاسيقة ولكن نتحدث عن الأحرف majuscule إذن نتحدث عن les fameuses lettres bâton إذن نتحدث عن الأحرف المشهورة التي هي على شكل عصيات bâton إذن نتحدث عن la lettre capital إذن نتحدث هنا عن la lettre capital إذن بمعنى آخر نتحدث عن الأحرف المشهورة إذن نتحدث عن إذن نتحدث عن كتابة script ولكن minuscule minuscule يعني أنها صغيرة إذن نتحدث عن lettre en script minuscule إذن نتحدث عن lettre en script minuscule إذن في الحالتين اللاتين رأينا أن الكتابة تكون غير ما التاسيقة ببعضها بعضا ثم نمر إلى الحالة الثانية نمر إلى le creature cursive le creature cursive طبعا كما رأينا نعني به الكتابة الكتابة الملتصقة إذن نسمى le creature cursive كما لا نقول كتابة سريعة وهنا أيضا هناك حالتين إذن نتحدث عن le creature cursive majuscule إذن نتحدث عن الكتابة الملتصقة الكبيرة وبطريقة أخرى نتحدث عن le creature cursive majuscule إذن نتحدث عن الأحرف التي تكتبت الشكل الملتصق ولكن majuscule يعني أنها كبيرة ثم بنفس الطريقة نتحدث عن le creature cursive minuscule إذن نتحدث عن الكتابة الملتصقة ولكن الصغيرة إذن نتحدث بطريقة أخرى عن le creature cursive minuscule إذن نتحدث عن الأحرف السريعة الملتصقة طبعاً لماذا سميناها كتابة سريعة؟ لأن بدل الكتابة بطبع الحال قل لا ما نرفع القلام يعني أن الكتابة تكون ملتصقة طبعاً عندما لا نرفع القلام أثناء الكتابة فهذا طبعاً يوفر من الوقت لذلك نسمى écriture cursive سواء تحدثنا عن ماجسكول أو بي منسكول إذن كما قلنا الكتابة السريعة هي الكتابة التي تكون بالروابط يعني أن تصلح بالخصوص للكتابة طبعاً للكتابة اليدوية لذلكتر cursive سواء تكون دالتر انسكريبت إذن هاد الأحرف التي تكون مربوطة سواء تكون دالتر انسكريبت إذن هما في الأساس تلك الأحرف غير مربوطة كما تخونسفومي التي حولناها لكي نستطيع ربطها إذن طبعاً هاد الكتابة المربوطة مع بعضها هي في الأصل هي تلك الكتابة غير مربوطة ولكننا حولنا إلى كتابة مربوطة إذن كما تخونسفومي التي حولناها لكي نستطيع ربطها إذن بينها المقصود بين هاد الأحرف أليس إكريبت وكتابتهم المقصود وكتابت هاد الكتابة لكي نستطيع رفع القلم إذن طبعاً رفع القلم يضيع الوقت إذن الكتابة السريعة طبعاً هي تلك الكتابة الغير المرتبطة لكننا حولناها إلى كتابة مرتبطة مع بعضها حتى لا نتضطر إلى رفع القلم إذن كما نرى في الصورة هناك الكتابة الأولى الغير مرتبطة ثم تغييرها وإدخال بعض التعديلات عليها حتى توافق الكتابة السريعة في آخر الصفحة كما نرى عندنا قدرات في نهاية الأسبوع تستطيع أن تكون قادر تستطيع استعمال عبارات تستطيع أن تكون قادر في نهاية الأسبوع على قراءة الصوت تستطيع أن تستطيع أن تكون قادر تستطيع أن تستطيع أن تكون قادر في نهاية الأسبوع في نهاية الأسبوع ستكون قادر على الاعتناء بالنباتات إذا نكتفى بالقادر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله